إمانا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدورها الأبرز في دعم الإبداع والفن المصري والحفاظ على جودته وريادته بما يليق بعظمة الشعب المصري واحترام فنانيه والحفاظ على مقام الأساتذة الرفيع فقد تابعت الشركة باستغراب وتعجب تصرحات الفنان القدير محمد صبحي والتي ادعى فيها عبر صفحته الرسمية ما وصفه باختيال مصرحيته عيلة اتعمل لها بلوك عبر ادعائه الإخلال ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة وقد آثرت الشركة الصمت في الساعات الماضية حفاظا على مصداقية فنان مصر الكبير واحتراما لقدره لدى الشركة والذي اضطرها لقبول عرض مصرحية لديها الكثير من التحفظات على جودة محتواها بشهادة المتخصصين الكبار من زملاء جيل الأستاذ محمد صبحي ومقامه أو من أجيال أخرى وقبلتها الشركة مراعاة لخصوصية حالته وحفاظا على وجود اسمه الرفيع على الشاشات المصرية بما يراه مناسبا لنفسه وقناعة بأن الشركة المتحدة هي الباب المفتوح بالمحبة والتقدير والاحتواء لكل المبدعين المصريين مهما تغيرت قدراتهم ولكن فوجئت الشركة بإعلان الفنان الكبير اتخاذ الإجراءات القضائية ضدها في واقائع غير صحيحة كلية وذلك رغم التزام الشركة الصمت أمام كل ما سبق في مشهد غريب استدعى اضطرار المتحدة إعلان الحقائق للرأي العام بكل شفافية احتراما للجمهور المصري واحتراما لفنانيه الكبار وحفاظا على حق الشركة والعملين المحترمين فيها لخدمة الفن والإبداع في مصرف الرد على الإدعاءات أسالف ذكرها وعليه تؤكد أتالي أولا تنفي الشركة المتحدة بشكل قاطع حث أي مشاهد أو مقاطع أو كتم صوت أو تعديل على المصرحية المذكورة حيث تم إذاعتها بالكامل كما أرسلتها الشركة المنتجة ثانيا تعقدت الشركة المتحدة مع الفنان القدير محمد صبحي على إنتاج ثلاث مصرحيات وبالفعل تم إنتاج المصرحية الأولى نجوم الظهر وتصورها بأعلى التقنيات التلفزيونية إلى أنها لم تحقق أي عائد جماهيري أو إعلاني ورغم ذلك استمرت الشركة المتحدة في دعم مصرحيات للفنان محمد صبحي رغم التحفظات النقدية والجماهيرية ولم تغذره ماديا أو مهنيا والتزمت الصمت حتى إعلانه اتخاذ إجراءات ضدها والإساءة لها وللعاملين فيها بما لم يصدر من الشركة وقنوتها ثالثا الفنان القدير محمد صبحي هو من قام بمخالفة الاتفاق والتعاقد المبرم مع الشركة المتحدة بتغيير كبير مفاجئ في نص مصرحياته الأخيرة دون موافقة الشركة وبالمخالفة للعقد حتى وصل الأمر أن تضمنت المصرحية إحاءات وألفاظ لا تقبلها القواعد والأكواد الأقلاقية الإعلامية ولا موافق الشرف المهني رابعا قام الفنان الكبير محمد صبحي بتسريب مقاطع كثيرة من المصرحية على صفحته الرسمية إخلالا بحقوق الملكية الفكرية التي يؤمن بها ورغم كل هذه المخلفات والغرائب قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض المصرحية على قناة سي بي سي العامة الرئيسية كاملة دون أي تعديل بل وعرضتها في توقيت مهم كصهرة صيفية وألغت عروض أخرى تقديرا له ورغم ذلك فشلت المصرحية في جذب الإعلانات مجددا وتحملت الشركة خسارتها في صمت إكراما للفنان الكبير ورفعا للحرج عنه خامسا إمعانا في إخلال الفنان القدير محمد صبحي بالتعاقد فوجئت الشركة المتحدة منذ أسبوعين بطلب الفنان القدير زيادة لقيمة التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بنسبة تتجاوز 250% في مشهد غير مصبوق وغير مبرر ولا يحدث في أي تعاقد في العالم أخيرا تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستلقى للقضاء المصري العادل لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظا على حقها والعاملين فيها في عدم الرضوخ لضغوط تستهدف الربح غير المستحق تحت مسمى القيمة أي ما كان صاحبها وكذلك حفاظا وحماية للفنان القدير محمد صبحي وتاريخه من إدعاءاته الفجة وغير الصحيحة التي ستؤثر على صورته القديرة وتدفع المؤسسات الإفصاح عن أشياء كثيرة قد لا تلق بتاريخه الكبير هذا ولن يتم التعليق من جانب الشركة على أي شيء يخص الفنان القدير محمد صبحي مرة ثانية تقديرا للقضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر